هل يدفع الفساد في قطاع النفط والكهرباء والاتصالات إلى إسقاط الحكومة؟ سؤال يتكرر على ألسنة الناس عقب صدور تقرير اللجنة البرلمانية لتقص الحقائق والذي كشف عن فساد وعبث ومخالفات جسيمة ارتكبتها الحكومة خلال السنوات الماضية ففي قطاع النفط تحديداً أكدت تقرير تورط قيادة الوزارة وهيئاتها بهدر المال العام وضياع الثروة مطالباً بإجراء تحقيق عاجل معها وقال في مضمونه إن الوزارة حجبت المعلومات والبيانات عن اللجنة خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات النفطية والاتفاقيات التي يعقدها الوزير وفي الوقت الذي تغرق فيه المدن بالظلام ويكتوي المواطنون بحر الصيف أكد تقرير اللجنة البرلمانية رصد أعمال تهريب ومتاجرة بالمشتقات المخصصة لمحطات توليد الطاقة إلى جانب استيراد وقود غير مطابق تسع سنوات من الحرب كانت كفلة بأن تفتح باب الفساد على مصرعيه وما كان يجري على استحياء بات اليوم يمارس علن يعيد تقرير اللجنة البرلمانية التذكير بأوجه الفساد التي عبثت بقطاع النفط منذ عقود حيث ارتبط هذا الملف بأسماء محددة لها نفوذ في الدولة وما حد من انعكاس هذه الثروة على التنمية وفقا لبيانات رسمية فقد بلغ إنتاج اليمن من النفط 450 ألف برميل يوميا في العام 2001 لكنه تراجع إلى ما يقارب 60 ألف برميل قبل أن توقفه هجمات الحوثيين التي استهدفت موانئ التصدير في أكتوبر من العام الماضي بموازاة ذلك أنشأت ميليشي الحوثي أكثر من 30 شركة استيراد مشتقات تتولى مهمة تهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح تمويل حرب الحوثيين وفقا لتقرير مبادرة استعادة كل تلك الممارسات جعلت البلاد على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم حيث يقول مؤشر مدركات الفساد إن اليمن حصل على 16 درجة من 100 ليحتل المركز 176 من أصل 180 ويبعد عن المركز الأخير بخطوتين